هل يمكن الحديث أن هناك هدى إنسانية وأنها خطوة في الاتجاه الصحيح كما يرى بلينكين وبايضن؟ أخي بلينكين يكذب وكذب من أجل أن يخدر الأطراف المساندة إلى حماس وهذا ما قاله وزير الخارجية الإيراني قال يعني ما معناه إحنا كذبوا علينا وقالوا سيكون هناك وقف لإطلاق النار وهدنة وحديث عن حل المشكلة ولم يحدث هذا الشيء الآن لما تحدث بايدن عن هذه الهدن طبعا بلينكين عاد الكلام البارحة واليوم كمان صباحا عادة في نفس الصيرة بايدن الآن يتحدث عن هذا مباشرة بعد حديث بايدن وبلينكين ظهر نتنياهو وقال لا يوجد هدنة ولا نوقف القتال ولا نوقف الحافظ قال هي عبارة عن فترة توقف حتى يخرج الناس يعني إن هي بالنهاية ليست هدنة إنما هي فرض الفلسطينيين اللي يخرجوا من ديارها أبدا ربطها بمسألة أساسية إذا لا يتم إطلاق صراح صراح الرهائن سماهم أو المختطفين سوف لن تكون هناك هدنة إذن ما هي هذه الخدعة التي يمارس الاختلال الإسرائيلي وللأسف بعض المسؤولين العرب قال بأن هذا يعني شيء جابي ويجب أن يتم تعزيزه هل هو فعلا أن يطرد الفلسطيني أن تعطى فرصة من قبل الاحتلال لهؤلاء ليخرجوا من ديارهم تحت مسمى هدنة مؤقتة والاحتلال يقول بأنها هي فرصة لإخراج هؤلاء من ديارهم أن ذلك إنجاز؟ هذا الإنجاز الذي ترغب به إسرائيل وهذا الإنجاز الذي تأيد بعض الدول العربية يعني الحكومات العربية وهو هدف القضاء على حماس لأنه بدأوا جميعا يشعرون بخطر حماس وبالتالي لا يوجد أحد يفكر بهدنة أو بوقف اطلاق النار حقيقي وحديث حقيقي لحد المشكلة وهذا كله تخدير وضحك على الذقون ترجمة نانسي قنقر